بنفوس طرة طريقة فتقهرنا نعمتك الشافية في هذه الأصغار عينها التي بها نخدم جلالك العظيم بالمسيح ربنا أردنا معكم أردنا معكم أردنا إلى الأولى لنشكر الله إلهنا أردنا معكم أردنا معكم أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها رب الأب الخبز الإله القبير الأزري إنما فيك نحيا ونتحرك ونجد وما دلنا نردد جسدنا ذا مضيع نفتقه كل يوم لليل رؤحتك ونملك عربينا لبدية ففينا باكنا بذور الذي به بعثنا يسمع من بين الموتى والذي به نردد جلوها نسخ الدائم بالملك لذلك إنا نسبحك يا رب ومع الملائكة أجمعين نعقم آياتك فائلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اції نما فيك جلم ومع المصدر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 الإساويات ليستخدمنا للشاكل الجسدين الإساويات على المترجم لديم الشعور الإساويات الإساويات ليستخدمنا إذن خلاسك في المترجم البراني في الوصف and Father Zaidan who is another representative of the Maronite and now we'd like to present his Beatitude with a copy of your journal Father Sammy asked that we not overburden this evening's festivities with lots of more speeches so my job is simply to introduce people and to encourage you to have a good time and to put Father Sammy on hold until after dessert Thank you أسعد الله ميساءكم أهلا بمن أعاد إلى شوارع القدس الحزينة بسمتها أهلا بمن تعانق الهلال والصليف فرحا يوم اعتلى عرش القدس الحبيبة يومها كفكفت أم الشهيد دموعها وهي تبكي وحيدها وخرجت تلاقيك بالزغاليد يوم دخلت القدس مظفرا ومتوجا وهي تقول لقد حقق وحيدي أمله فلقد لفض الروح وهو يصرح القدس عربية فلسطين عربية أهلا بك يا راعي القبر المقدس الذي من حجارته يصنع أطفالنا سلاحا يرجمون به جبروت الاحتلال أهلا بك أهلا بك وأنت الحجر العربي المقدس الذي صفعت به الكنيسة الكاتوليكية وجه الصهيونية العالمية وأدمت به جبهتها وهي تقول إن القدس فلسطينية الروح عربية الجسد وأنت قلبها الناظر وإن خرجت زحوفنا لاستقبالك فالفرحة فرحتين أولا بقدومك ضيفا عزيزا وثانيا لقد دبت فينا الحياة من جديد واستيقظ فينا المارد العربي في بلد نحن فيها لأننا عرب أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام قدومك يا صاحب الغطة أكسير حياة بعد أن ذبلت فينا الروح بسبب ما يجري على الساحة العربية أحييت فينا الروح وأدمت الأمل أدامك الله أيها النجم الصاطح من المشرب إننا نغذر الظروف التي تحيط بك والمسؤولية الجسيمة التي تتحملونها ونعرف أنك في وضع لا تحسد عليه فإنك واجهة صدام مع قوى الاحتلال وإن كنت لا تحمل سلاحا بالمعنى المعروف فبإيمانك القوي الذي تغذي به كل نفس مؤمنة بالله احمل مشعرك عاليا ووحد في القدس ما فرق التآمر في لبنان فإنك وأنثى قيادة وطنية ودينية في معركة طويلة ومريرة وستربحها بعون الله مولاي أهلا بك بين أهلك في أرض الغربة ومتى ما عدت إلى أرض الوطن فانقل تحايا من كل فرد مننا لإخوتنا في أرض القيامة والصخرة وقل لهم الله أكبر أمتي هيث أري وتقدمي صوب العدو ودمري لا عاش من لم يحمي أرض بلاده بالنار أو بالضفر أو بالفنجر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنتم ووقكم الكريم نهنئ أنفسنا ونهنئكم بالقدوم بين ربوعنا بالسلامة ونضرع إلى المولى أن يعيدكم بالصحة والتوفيق إلى ربوع الوطن العزيز صاحب الغطة إنني بإسمي وبالنيابة عن جاليتنا العربية المضياتة أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأب الفاضل سامي توطح لتكرمه علينا بإلقاء هذه الكلمة الوجيزة للترحيب بغطتكم وإطلاعكم على أوضاع جاليتنا في وطننا الجديد الولايات المتحدة أود يا صاحب الغطة أن أستعرض أثمار العمل الخير الذي يقوم به يقوم به كاهننا الفاضل سامي حتى تعود إلى الوطن العزيز هني ألبال إن رشاداتكم القيمة في الكنيسة بعد ظهر اليوم هي ضمن برنامجه الديني والإجتماعي كما اعتنقها رعاة الطوائف الأخرى والرجال والنساء البناءون في هذه الجانية إنا دعوتكم لنا للحفاظ على هيئة الأسرة هو أمر حاصل في جاليتنا العربية العريقة إنا نداءكم لنا على التكاتب الاجتماعي هو الواقع اليومي في حياتنا الاجتماعية والدينية والسياسية ويشهد لنا بذلك نظرة عابرة على هذا الحفل الكريم المعطاء وتشهد لنا العناصر الحكومية والسياسية والاجتماعية في وطننا الجديد الولايات المتحدة يا صاحب الغطة لا يسع هذه الهيئات الحكومية في الولايات المتحدة إلا أن تشيد بالأسرة العربية وحفاظها على التراث العليم إننا نغرز في قلوب أولادنا وأحفادنا روحة تقوى ومخافة الله كما غرزنا في قلوبنا سابقا كما غرز في قلوبنا سابقا آباؤنا وأجدادنا إن التزاوج بين شفابنا وشافاتنا أمر داجدان به ويضاعي الخمسة وتسعين بالمئات هذه هي تمرت الكرمة التي زرعتها أيدي من سفقكم وأيديكم الخيرات وإن أنسى لا أنسى سيدي الفتوحات في الحقول العلمية في الدوائر الحكومية والسياسية في الضب والهندسة والمحامة والتجارة والمهان فأرجو يا صاحب الغبطة أن تعودوا إلى الوطن سالمين ومرددا ما كانه القيصر بعد معركة قصيرة انتصر بها فيني فيدي فينجي جئت رأيت وانتصرت شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة للمشاهدة شكرا 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 للمشاهدة اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة